دعا الممثل الأعلى لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوسب بوريل إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة وقال بوريل أنه وفقاً للمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمية للأمم المتحدة سيندي ماكين فإن السيناريو الذي كان يخشى كثيراً منه قد أصبح حقيقة وأضاف بوريل أن هناك مجاعة تم في شمالية غزة وهي تتجه نحو الجنوب كما شدد على ضرورة التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن ووقف إطلاق نار من أجل تبادل الأسرة وإيصال المساعدات الإنسانية